كما يسعدني أن أرحب بالمخوض السامي إلى وكالة الأنر وسعادة السيد فليب لازاريني في هذا الاجتماع إنما تشهده المنطقة من تصعيد واستمرار لدعنوان الإسرائيلي في فلسطين ولبنان وتوسع الصراع إقليميا وربما دوليا يحتم علينا جميعا اتخاذ موقف حازم وفوري لوضع حد للانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل لم يعد مجديا الاكتفاء بالإدانات والحلول الجزئية خاصة أمام حجم المعاناة التي عرضوا لها الشعب الفلسطيني ومضاعفة المستوطنات وتغيير الوضع التاريخي والقانوني للقدس الشريف وتفشي خطاب الكراهية والتحرير فكل ذلك يؤدي لتقويض فرص تحقيق حل الدولتين والدفع نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار إن استمرار الإخفاق في إيجاد حل المستدام للصراع في الشرق الأوسط سيكون له تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين بما في ذلك نشر التطرف والإرهاب والهجرة غير الشرعية أصحاب السمو والمعالي والسعادة إننا نعيد التأكيد على مطالبنا الثابتة بوقف فوري لإطلاق النار وإطلاق صراح الرهائنة والمحتجزين وتفعيل آليات المحاسبة وإنهاء سياسات الإفلات من العقاب والمعايير المزدوجة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق وفي هذا الإطار تجدد المملكة دعمها لوكالة الأنرون وتؤكد على أهمية دورها الحيوي خاصة في ظل الموارسات الإسرائيلية التي تعرض عملها والعمل الإنساني كافة في الأراضي الفلسطينية للإنهاء صحاب السمو المعالي والسعادة يتعين علينا الآن وأكثر من أي وقت مضى تكثيف جهودنا المشتركة لإنقاذ حل الدولتين في سبيل إعادة الأمن والاستقرار وإرساء السلام في منطقتنا وضمان الأمن والسلم الدوليين ونهدف بأن تسهم اجتماعات التحالف الدولي في ترجمة الاتزامنا هذا إلى واقع ملموس عبر خطوات عملية وجدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وفي هذا الإطار نود تأكيد دعمنا للسلطة الفلسطينية ونتطلع إلى أن تثمر اجتماعات التحالف الدولي عن نتائج ملموسة تلبي الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال بما يضمن تعايش السلمي لشعوب المنطقة كافة لقد اختذت دولنا من السلام خياراً استراتيجياً لها وعاربت عن استعدادها الجدي للشراكة من أجل السلام وقد آن الأوان أن يعمل المجتمع الدولي بشكل جماعي لتحقيق ذلك موسيقى موسيقى موسيقى